آيات من الذكر الحكيم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه سالكتاب واجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من زوني وكيلا ضرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعز أولاهما ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الزيار وكان وعدا مسعولا ثم رجدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبني وجعلناكم أكثر لفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا جروهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا